يتمنى الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي وزوجته بعد إصابتهما بكورونا ترامب يؤكد أنه يشعر بالتحسن وطبيبه يقول أنه بدأ في تناول عقار ريمدسفير وجوبا تستضيف اليوم رسم التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية الحديثة عشرة صباحا في القاهرة التاسع بتوقيت جرينتش موجز إخباري أتيكم من أكسرا نيوز أهلا بكم وفي البداية نجدد رجاءنا لجميع المصريين أخذ الجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أحمى أهلك وأحمى بلدك أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالصي تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وعلى صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يتجاوز هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود للولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمع هذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر أكد أنه يشعر بالتحسن بعد دخوله مستشفى وولتر ريد العسكري للعلاج من فيروس كورونا معربا عن شكره للجميع لمساندته في هذه المحنة احتشد المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكاري في مدينة نصر للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسي حيث رفع المواطنون أعلام مصر وأصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة وردد المواطنون المحتشدون بمحيط النصب التذكاري في مدينة نصر رددوا هتافات مؤيدة للرئيس السيسي مشيدين بحجم المشروعات الضخمة التي تحققت تحت قيادتها تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تفعيل 75 محورا تابع لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من مخلفات زراعية وصلبة كما تم زيادة محاور التفتيش للسيطرة على النقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة وأنهوهت الوزيرة باتباع أكثر من وسيلة التواصل لتلقي شكاوى المواطنين تستضيف جوبة عاصمة جنوب السودان اليوم مراسم حفل التوقيع النهائية على اتفاق السلام السوداني الشامل بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية ووصل إلى جوبة كل من رئيس مجلس السيادة السودانية عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السودانية عبدالله حمدوك والذان التقي برئيس جنوب السودان وأكد حمدوك عند وصوله إلى جوبة أن توقيع اتفاق السلام يفتح صفحة جديدة تنهي الحروب وتضع حدا لمعاناة السودانيين في معسكرات النزوح واللقوة تواصل القتال بين قوات أرمينيا وأدريبيجان في إقليم ناجورون قرة وقال مسؤولون في أرمينيا أن أدريبيجان نفذت غارات على عاصمة الإقليم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بدورها تهمت وزارة الدفاع الأدريبيجانية القوات الأرمينية بقصف مناطق أغدام وبردة ومهاجمة مناطق أخرى إلى آخر تطورات كورونا حيث تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند حاجز المائة ألف حالة لتصبح ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع على أكثر من مائة ألف وثمانمائة حالة بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من ستة ملايين حالة بعد تسجيل أكثر من تسعة وسبعين ألف حالة جديدة نهاية الموجز لا تبقى إلا نحيط المساعداتكم بلنت الردد الجديد لقناة إكسترانيوز وواحد واحد سبعمية خمسة وتمانين رأسي الشكر لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة